حقيقة بس يعني اولا تعقيبا على اللي قالوا الدكتور هشام وارجو ان احنا طبعا اللي يفسد الود بين الاختلاف التعليق او التعقيب وان الحقيقة في ظلم يبين واحنا بنتكلم او بنختزل القطاع الصناعي في اشخاص احنا عندنا مية وعشرة الف منشأة صناعية لا ده الاستوز داشت هو اللي اختزل في اشخاص لا بالعكس ده هو دافع يعني هو الرجل دافع عن هؤلاء الناس وانا بعتقد انه عشان بس لان الله يدافع لزين امان بس هجيلوا بحاجة تانية الحقيقة حضرتك لو يعني واحنا بنتكلم على القطاع الصناعي وهو بيعمل في ظروف غاية الصوبة وهنتر يعني اسفة ان انا برضو ارجع لكلام الدكتور عبدالله سعيد اسفة ليه ده كويس جدا يعني هو ازعلان يعني واحنا بنتكلم على البيروقراطية المتأصلة في القطاع الاداري الدولة واعتقد ان دي من اكبر معويقات تقدم كل القطاعات الاقتصادية طبعا اهمها القطاع الصناعي احنا عندنا مشاكل جمع حقيقتك لما تعمل في هذا المناخ ويبقى فيه مصنع تقريبا بيتلقى كل يوم 3040 قلم من ناس بتخش عليه من جهات رقابية لديهم ضبطية قضائية يعني ده بطل ان هو يستمر ويشتغل لكن لو خدنا حتى قطاع واحد واحنا بنتكلم ويمكن نذكر حسنا الحديث على مثلا القطاع الادوية انا بصفة اخرى انا باستشار غرفة الادوية الادوية النهاردة وان كنا طبعا في التصدير على استحياء يعني بنصدر لكن في الاخر احنا بنكفي احتياجات هذه البلد باكتر من 90% من احتياجات المواطن العادي بادوية يعني زهيدة تمن مقارنة بالاسعار العالمية للادوية فما تقدر وانا بكلمك ان هذا عامتين مصنع بيعمل في المجال ففكرة ان انا بكلم على شخص او اتنين او عشرة حققوا نجاحات ليهم كل التأدير لكن كل القطاع ما فيش حد يقدر يستمر في الصناعة الا لو كان بيحقق نجاحات لانه في الاخر عنده اعباء ما اعتقدش ان هو يقدر يواصل الا لو كان ناجح بشكل او باخر حسب طبعا حجم استثماراته نرجع للموضوع اللي حيطك قلت عليه موضوع الثقة احنا ما عندناش مشكلة الا في فكرة الفهم للقوانين مصر يعني اعتقد ان احنا اكتر دولة عندها قوانين كثيرة جدا احيانا بتصدر التفسيرات لهذه القوانين او اللوائح مخالف او التطبيق طبعا على الارض بيبقى شيء مغاير تماما للواقع اللي احنا نعلم عشان كده احنا محتاجين ضبط او انضباط زي بحيطك اشارت بقى ان لابد الدولة تقوم بدورها بفكرة الرقابة والمتابعة وفكرة النصوص الحاكمة في القوانين دي مهمة جدا مينفعش فكرة الجوازية ان الوزير او المسؤول من حقه ان يخالف النص المكتوب وإلا انا بهدر كمان قيمة هذا القانون وانا بتعامل معها مفيش احنا عندنا مشكلة صحيح لكن بنتعامل معها وفي كل الاحوال الدولة النهاردة وهي بتقدم هذا الطرح اعتقد طبعا ده طرح جاي جدا انك بتحول الادارة للقطاع الخاص ودي اعتراف من الدولة بنجاح للقطاع الخاص في الادارة يعني انا شايف ان ده شيء مهم جدا وفكرة التجريب في 32 شركة طبعا لازم كان يحصل يعني قدر من التجربة في عدد من الشركات عشان نشوف مردود هذه التجربة مستمرنا يعني شركات متعددة النشاطات مختلفة النشاطات مختلفة النشاطات ولكن انا يمكن عندي تعقيب او تعليق خاص على هذا الامر فكرة الطرح وزي يمكن ذكرنا بطور متحة يمكن نتكلم برضو على فكرة استخدام هذه الاموال في سد طبعا يعني عجز موازنة او خدمة دين انا شايف الحقيقة ان احنا اولا لابد يبقى فيه استراتيجية خاصة خاصة في المشروعات الانتاجية لما يجيلي دخل من هذه الاطرحات او الطرح اللي انا هعمله المفروض ان انا اعيد استخدامه او استثماره في التوسع الافقي لزيادة نشاط هذه القطاعات اهم ما في الامر هو فكرة كمان اختيار المستثمر هنا اذا كنا بتتكلم على مستثمر اجنبي فكرة ان انا بيع يعني قطاعات بتشتغل في الريتيل او التجزئة او انها بتبيع منتجات مصرية بالجنيه المصري لمواطن مصري ويجي اخر العام هذا المستثمر اي ان كان او السنديق العربية عايز يحول دولار للخارج اعتقد ده يعمل ضغط على العملة عشان كده لابد ان احنا نتعامل وين وين يعني نشتغل مع هؤلاء الناس ان يبقى عندنا اولا محطات تصدرية في الخارج لهذه الشركات او من يأتي للشراكة معنا بحيث ان هو اذا ما حقق دخل بالدولار نقتسم مع بعض هذه العوائد مع اذا كان يعني احنا نفكر تفكير سليم من بيعش شركات محلية او بتبيع داخل السوق او شركات تطوير عقاري في الاخر انت بتبيع لمواطن مصري بالجنيه وبتبقى عندك ازمة اكبر في السنوات القادمة انا ده رأيي شخصي انا بعتقد ان ده لازم يراجع فيه ضمن الوثيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة